اصدقائي المتابعين لقناة كوبت الكوجي اهلا بكم في سلسلة كلمات ابطية السلسلة عبارة عن اننا بناخد كل حرف من حروف اللغة الابطية ونحفظ عليها 8 كلمات باللغة الابطية وفي نهاية السلسلة هيبع عندنا محصلة كلمات لغوية كتير تساعدنا اننا نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية وقبل ما ابدأ احب افكركم ان افضل طريقة للتعلم انك تكتب الكلمات الوردة في الدرس ممكن تكتبها في تعليق تحت الفيديو ومش شرط في تعليق لكن ممكن تكتبها في كراسة خاصة ليك تخصصها للغة الابطية ولو عندك تعليق او ملاحظة يريد تكتبه تحت الفيديو علشان اتعلم منه حرف الاميكرون في اللغة الابطية من الحروف المتحركة وبننطول زي الضمة كمثال كلمة اشج اشج يعني مطلي اشج او كلمة ان 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 يعني ايضا او كلمة جم جم يعني قوة او كلمة رو 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 يعني باب يبقى اشج مطلي ايضا جم قوة رو باب او كلمة ان كت ان كت ان كت يعني يرقد او ينام ان كت او كلمة موشي موشي يعني يمشي او كلمة ثم 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 يعني حصيرة او كلمة ارفانوس ار فانوس ار فانوس يعني يتيم يبقى ملخص حرف الاميكرون هو من الحروف المتحركة في اللغة الابطية وبنطول زي الضمة والكلمات اشج 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 يعني مطلي ان ان ايضا جم 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 قوة رو 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 باب انكت انكت يرقد موشي موشي يمشي ثم ثم حصيرة او رفانوس او رفانوس يتيم بشجعكم انكم تتابعوا السلسلة دي لانها هتفتكم جدا في حفظ مفردات ابطية كتير لو استفدت من الدرس وعجبك الفيديو شاركوا مع اصدقائك وانت شهدوا اكتر من مرة لترسيخ المعلومة بزهنك وبناخد تدريب مهم على كل فيديو اننا نكتب الكلمات ومعانيها في تعليق تحت الفيديو ده هيساعدك كتير في التعلم وزي ما نوهت مش شرط تكتبه في تعليق لكن ممكن تكتبه في كراستك الخاصة علشان الكلمات تثبت في دماغك وبكده يكون انتهى الفيديو اشوفكم في فيديو جديد والى اللقاء